أنه خفة الدم هل هي وراسة؟ لا مش وراسة خالص خفة الدم دي مسألة ربانية ربنا هو اللي خالد والدك مثلا كان دمه خفيف؟ جدا طيب ما هي وراسة؟ عارف والدي كان شبه مين؟ رياض الأصابجي بتاع بتشتغل على المال في عبول الرمب بالزبط رياض الأصابجي بسماره بسماره بخفة دمه أه والدتك تقفش؟ أخف تقفش؟ دماء خفيف؟ قوي طيب يبقى أنت جاية من أيلة الأيلة كلها دماء خفيف دماء خفيف الأخوات عارف أحنا كام أخ بسألك بقولك كام أخ؟ احنا كنا بنقعد ناكل على ترابيزة أربعتاشر بالأم والأب أربعتاشر؟ بالأم والأب بمسك الخشب بقاهم انت ترتيبك الكام؟ قبل الأخير كم بنت وكم ولد؟ تمانية بنات أه أربعة رجالة اتنين توفوا الله يرحمهم وفضل طلعت زكريا وأحمد زكريا من زوفة واحدة يعني اللي 14 من أم واحدة من أم واحدة أيوة أنا بقيتها استغرب أبويا أما أقعد دلوقت أفكر كان بيصرف إزاي وفي عيد تلاقي البجامات بتاعة الوقفة كلها مرسوصالك ولبس العيد كل واحد له لبسه كان فيه خير إنما دلوقت اللي عنده اتنين بيشد في شعره مش عارف صحيح لكن مش كثير 14 مش عارف ليه وما سألت شابوية السؤال ده إحنا ليه 12 ده فريق كورة إنت مستني إيه يعني كنت عايز إيه آه بنات جم صبيان جم إنت كنت عايز حاجة تالتة إيه التالتة شغال فما سألتوش يعني ده ضد منهج العدد الآمن للأسرة المصرية بالظبط هو كان يحب اللمة اللمة ربما الجيل الأديم كان عنده ده طبعاً كتير هل يعني تجربتك ونت مراهق مع بنت الجيران كانت شكلها إيه؟ ما كانش بنت الجيران كانت مين؟ أنا مختلف عن البشر آه ما كانش بنت الجيران آه كانت تلميذة في مدرسة كنت أنا بدرس فيها يعني كنت أنا مدرس وهي تلميذة تشتغلت مدرس فترة؟ آه مدرس عربي كمان درس عربي كمان أيوة آه لأن أما وصلت للسنوية العامة جبت مجموع 52% أدبي فخدت علقة بالحزام إياه؟ إياه فهتحسن مجموعك لازم تحسن مجموعك عدت السنة؟ وتخش كلها محترمة قلت أوكي عدت جبت خمسين قال ليه درجتين آه ففي السنة دي آه وأنا في السنوية عامة وهي في فصل بيسموه المنازل المنازل؟ آه اللي هي ممكن تبقى في الإعدادية وعندها عشرين سنة آه وبعدين؟ فأنا ارتبطت بواحدة من من المنازل آه ارتبطت عاطفياً؟ عاطفياً واسمها سمية ومعرفش يا فين دلوقتي وكملت؟ كملت معايا شوية آه بعد بقى ما جبت الخمسين بقى معايا اتنين سنوية عامة واحدة بخمسين واحدة باتنين وخمسين واحدة باتنين وخمسين آه فروحت بعد التمثيل بتقولهم اختاروا تاخدوا مين فيهم؟ تاخدوا مين فيهم هلوي اتنين وخمسين محترم وشوية وسمية راحت فين؟ آه خلاص بقى مفيش؟ اسكندرية خلتها آه وأنا جيت القاهرة آه هل قرفت في حياتك الصدمة العاطفية؟ الصدمة العاطفية؟ آه لا لأن انا اللي بسيب انت اللي بتسيب؟ بازهق بتزهق آه بتمل أوي هو الرجل الملول؟ مش كل الرجالة بس غالبيتهم يعني دا حكمك اسأل كده أي راجل آه إيه رأيك في امراتك أو بتاعك آه يقولك يا عم خليه على الله خليه على الله يدعش ملحجات كتير آه انت مهتم بالتمثيل لأنك تامل مستقبلك التمثيلي بقوة؟ خالص ولا عمري فكرت إن أنا كن نجمة أو أعمل أفلام لوحدي أنا حبيت التمثيل ولغاية دلوقتي بحبه انت قدري طلعت؟ قدري جداً لو بفكر في حاجة ولا حد بيفكر لي في حاجة هل الإنسان محظوظ في الحياة؟ أنا ولا الإنسان عموماً؟ الإنسان عموماً هل ممكن الناس شخصي يبقى محظوظ وآخر يبقى متعوس؟ طبعاً ممكن طبعاً هل تعرف أنت موهبة من المواهب جيدة؟ ولكن ملوش حظ؟ كتير بس ما قدرش أقول أساميات أنا عارف طبعاً ما أجيبش الأساميات طبعاً تفتكر الشخص المتقوز ده يعني قصد اللي معندوش حظ إيه دوره هو شخصياً؟ لازم يؤمن بالمسألة دي لازم يستسلم يستسلم ليها بس أصلاها قصي قوي قصي يا مخلاص ده قدر يعني ما يبقى شايف شايف واحد أقل منه في كل شيء وبقى نجمه وبيمثل يعني أنت شاعر أنه من الممكن يبقى فيه فنان في اس في دماغك اسمه في ذهنك وتحس إنه قيمة ومع ذلك مش محظوظ؟ طبعاً فيه؟ طيب تحس إنه فنان ما برضو بدون ذكر أسماء وأنا بقول دايمكن يكون عزاء لبعض الناس بالزبط إنه موهبته قليلة لكن حظه كبير لا ما بتبقاش موهبته قليلة ما بتبقاش موهبته قليلة بتبقى موهبته قوية جداً لكن ما عندوش حظ طب هل ممكن العكس بقى ممكن تلقى إنسان محظوظ رغم حجم موهبة ليس كبيراً؟ كتير هل العلاقة بين والدك والدتك بالمناسبة يعني؟ كانت علاقة جيدة جميلة؟ بدليل دا 14 دول معناها يعني؟ كانت العلاقة بتاعت زمان يعني وصف لي العلاقة زمان؟ احترام الزوجة لزوجها الودد الودد والعلاقات لا فاكر عبد الوهابي طلعت لما في غنية هان الودد شوف المعنى؟ قالولي هان الودد عليك قالولي هان الودد عليك اه فكان فيه ود اه كان فيه ود اه وده انعكس على الأولاد اكيد على الحالة امت فكرت في الجواز لأول مرة؟ اول ما ابتديت حس ان جايالي فلوس قلت استفيد بيه قلت هتجاوز بقى قلت هتجاوز اه ازاي قدرت توصل للست اللي انت تمنيت تتجاوزة؟ انا اول جوازة هل جوازت صالونات؟ في حياتي اه كانت صالونات اه يعني عيلة قيلة اه التانية كانت بقلبي